عزاه باي فلذاتك بادي إذا تستمعون لهذه الحلقة وأنتم ممشتركين بأي شي بس مجرد متابعيني على تطبيقات الصوت والبودكاست أحب أقدم لكم أنا سبراهيم من العاصر الأمريكي واشنطن دي سي هذا بودكاست يومي ينزل اسمه بودكاست زنقين بلس وين تلقو إذا موجودين على الأبل بودكاست أكو حلقات ما ندوسون عليها ما تشتغل لازم سؤالون اشتراك تقنون اشتركوا به إذا موجودين على السباتيفاي هميني ياخذكم أو تروحون على الباتريون يفوتكم هذا البودكاست يلا نحكي عن أتشلق الأخير عزائي عبايفة الأذات أكباري طبعا هاي البزونة البت كلب ماوسي ماوس نزمة لكم الكيابل هذا ما للهيتفون ماتي بحلقها ودق ركض والجهاز كله وقع بالقعمة للتسجيل واسكت وخليه شبيت بابا مشوهة شبيت ما تقول لي شبيت حلقتنا عن التشلق الأخير شوفوا هاي الحلقة قد تخلي الواحد يمشي ويتلفت فالناس اللي يؤمنون بال اللي يؤمنون مثلا هاي سوالي في الحسد لمدر شنو هاذا يعني قد تكون هاي الحلقة مؤلة تحذير احنا عدنا حلقة أنا وفيرة والسيد الوالد ما عرفون موجودة أو مشيولة يجوز على القناة من داخل أمريكا اسمها التشلق الأخير تحكي عن حالة العائلة قبل ما يطلعون للعراق التشلق الأخير شون شرحه هو فتحالة يمر بيها الواحد لما يقرر أنه يسوفه شي قد يكون هذا الشخص دي يشتغل في الدائرة وسوه البزنز مالته وقال لنا على الأب الدوام ما للدولة يعني الوظيفة قد يشتغل في شركة وحصل على وظيفة أحسن أنا الإنسان من يريد يترك المكان اللي هو بيه شغلتين أحسد الصير أكو قوة عظمى ذا الدفعة إلى أنه يروح يكمل الهدف مالته إذن هذه إذا نعتمدها إذا نشوفه هي شي للشلق الأخير المفروض نفرح أنه أكو شي اسمه الشلق الأخير وما نخاف بنفس الوقت المكان اللي هو بيه إن كانت شركة وإن كانت دولة مثل اللي عندها تقول ها ما تريدني الله ما ريدك وهنا أنا أمثلة العائلة طلعت لهم فيزا لأمريكا أيام زمان ولازم يسافرون بس تكو شغلتين أكو رقم واحد دي انتظروا النور تكم السادس شون السادس يعني ما حتعيش بقية حياتها إذا ما إذا سادس شغلت شننا أغبياء او ماي جاد وما سالة الكثير من عندنا أغبياء أول شي دا تكمل السادس هو طمعان يعني هم البيت ما يباتون بيه ويقمزون من مكان المكان وفيه روشان مخطوف وبس نور لازم تكمل السادس نين شون مستقبلها لبنية ما حدا أي جيزة ووجه إذا ما عدا السادس زين هذا رقم واحد رقم ثلين أكو كان عيد جاي طبعا الشلاق الأخير الحقيقي يعني هو هذا ما قدر حتي بيه ما عرف العائلة حاتين بيه لا حتى بهاي الحلقة ما عد رحنا حاتين بيه لا لا الشلاق الأخير الحقيقي اللي هي واحدة عارة كويانة وهو تشبير بالدولة وخلى اسم الوالد على منع سفر فلاصة يعني هاي مو طبيعي هذاك الشلاق الحقيقي بس هناك واحد يعني شغلات يقوم الواحد يصيروا هي دي ينتظرون البطرانين وعيد وين يروحون يروحون للشمال أو الكردستان يعني آسف قلت الشمال يا بل كاكا أحمد جافس موجودين هنا كان ذب نفسه من طابق الثاني جغرافيا يعني كردستان كردستان فكردستان رايحين يعني وما أدروا وين شق لا وما أدروا يعني ما أذكر القصة بالضبط بس شكوا فندق يروحوا له يلقون الفندق مقبط يقول لك أكو ناس بالشوارع يعني هاي تعرفون أيام اللي مليوسة وطائفية وبغداد محترقية فالعالم كله وين تروح سويدة بس مكان آمن خلفة الله عليه أربيل وسليمانية وكردستان يعني فالمهم يروحون من فندق الفندق فندق الفندق يطلعون من فندق واحد واقف برا ماديا ما عندنا مشكلة بس ما ما حيين نفسنا عراقيين يعني أنا ما شتوا ياهم بس قزي فيقول لهم متريدون أكو شقق فندقية أأجر لكم آني والوالد يقول من بين يعني يعني ما عرف يعني مو كل شي مرعب يلا لحقوني بالسيارة هل قد السعر ما أدري شنو وما تدفعون إلا شوفوها دخلوا عمارة مرتبة صعدوا أوكي مكان دخلوا المكان نظيف ومرتب عبالك Airbnb أيام لشان ماكو Airbnb هاك عمي فلوسك كاش شكرا مع السلام مع السلام وهكم هذا المفتاح الوالد أكيد يعني دائما المعهود عليه أنه هو بالفانيلة واللباس هاي صنعت في الصين الشعبية البيضاء ويجا النسوان يفتحن الباب طبعا هاي المفروض يصير ستوري على الفاتريون يعني أكثر من كونها بس بودكاتز زنجين بلس فتحن الباب وقبلت شفت والوالد قاعد بالهول يسعى اه وعياته مدرد شنو يا بشكو اللي طلع من الغرفة كاب مخروع فيرو اللي مدرد شنو وذني لطوم لطوم ديك ديك بعد حيل اي حيل شكو شكو خير غو ماكو شي شعدكم هنا نانا نانا قد يكون انه هذا الشخص قفاص يعني حرامي يعني 56 وجوز هو هذا مو بيته وهيش معجره وقد يكونون هم وكلهم ذولم التفقين المهم تقول انت بنيورك ستي يم الأبراج مال التجارة هذا المكان الميموريال بحيث انه شنو الشرطة ورا ربع ساعة بالباب وي 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 عايشنا هاي وين انا متقل لبوربو شكو هذول ببيتنا المهم قلوا لهم يا ابو هذا اتجرنه هيش اسمه هذا رقم تليفونه يدقون عليه ما يجاوب قالوا اوكي هاي الحالات تصير بس احنا عدنا مشكلة شنين مشكلة هاي الشرطة ذني النسوان يقولون ان الذهب مبيوك طبعا هاي تهمها يعني شرعوا بيها يعني تتعرف المتهم مذنب حتى تثبت براءته يعني مو عكس بريء حتى تثبت ادانته هم يريدون يطلعون قالوا لهم دفعوا لهم فلوس الذهب ونعوفكم قفصوا عليهم شكو تشالين وياكم هل قد هل قد مدرش انه فضت بربعة الاف دولار كل اللي يعدهم مدر خمسة الاف دولار ما اذنب يعني طبعا ما اذكر الرقام بس يشفى الرقم شبير يلا مع السلامة مع السلامة فيلو تشوالاتكم ورجعوا لبغداد هنانا شنو هنانا اكفت قوة دفعك انه لك اطلع لك طلعت لك الفيزة صدقتها يا سادس نحل على ضمير السادس اللي ما حدا يفتهم اللي حد الان تيدرس لي سادس واحد اسلي رسالة قال لي انا من سمعت كلامك عرف ويت انه السادس ستة وخمسين وانا شيت بالخامس وما كملت والله ايميل يا تلو اقدر افتحه وطلعت وكملت بالخارج وما ادروا شنو هسا انا بالمانيا دا ادرس ودولار ما كلفتني واو زي فهذا يعتبر اتشلاق الاخير فالانسان من مقرر انه يطلع او مقرر انه يتخلص من الشركة يا اما انا ما ليدك تتلفت اوكي بس كون مهيئ انه تطفر اسرع من الوقت اللي انت محدد ليه قصة اخرى احد الاصدقاء الشباب احد الشباب ويانا عايش بامريكا وهذا يحكي لي عن حياته ويتبتش بتش الحمدلله راحت خلصت عندها هاي المهمة يتبتش بتش بيك يتبتش بتش تبتش بش انه عايش بامريكا بس كش من يقدر يعيش لا يقدر يدرس لا يقدر يصادق لا يقدر يطلع ليش ما عنده فريدا اهلا يقولوا لما ترجع سابل 10 بليون طيح حظك يا ابا ولاد عمره 22 سنة وين احنا زين سألت سؤال مهم بامريكا من يصرف عليك اتا تصرف على نفسك لو يصرفون عليك قال لا انا اصرف على نفسي واصدر نطيهم فلوس قلت له هاي اطلع بعد ماكو عايش ويمامو بابوه عن نظام لامريكي طلع صار في شقة واحدة بنفس المنطقة قاموا يومية طبون عليك ومفتاح احدهم وشوفوا ماكو وراقبون سيارته وما ادريش لون قوموا هم وطلعوا من الشقة اللي هم بيها جول مجمع مالتا اللاصد نفس الشي ما ديقدر قلت لحبيبي عوفها للولاية روح لغير ولاية فهذا مقرر خلي نقول مقرر انه يطلع يوم واحد تسعة ديش دي انه هيخلص العقد مالتا ما للشقة يوم ارباطعش ثمانية يعني قبل اسبوعين العقد مالتا يخلص ورا شهر يعني يعني خلنقول يخلص يوم خمسطعش تسعة وهو يوم خمسطعش ثمانية تيجي ام الشقة تدق الباب بصد فيطلع واحد من عالتا موجود يقول له وين فلان قال ام موجود ميحشون انجليزي ستة وخمسين بس ترى لازم يجدد العقيد جو قالوا لا بشنو قصتك تمام جدد العقيد قال اوكي اوكي سانا روح احكي وياها اوكي ترى حكيت وياها ما لكم دخل هو مقرر انه كذ اخوك لا يطيح يكذ الدجداشة ويركض ياش اسمه اهذا الهناكة هاي ام الشاسمه البربوك امره يومين وهمين روح يدقي الباب وهمينه مدرم انه موجود بالغرفة مالتا لانه لبرايفاسي صفر قد العوالي عراقية هاي حتى يعني عدي يعني ما كو برايفاسي انسي يعني ما يفيد يعني مال هذا ف برايفاسي صفر همينه مدرم انه بالشقة مالتا هو طالع دي يشتغل وتجد يقول له هاي شنو هاني ترى عندي مؤجر لو يوقع له وما يوقع يقول له تعال شنو القصة خابرني يقول لي الحك هاي شنو قلت له هذي يسموه اتشلاق الاخير شن اتشلاق هذا مين جاك شنو القصة معقول له هاي تريد تأجر هسه قال ذوله ديتعاركونوا ياه وديقلول شنو القصة وهسه حاطنين يقولولي هسه توقع قلت له اوكي وقع الورقاتها ملازم توديل هي وقعها قدامه خذها لفها خلي روحونهم وللبيتي نامون اللي يوم تطلع يلا نم غراضك وفلت فهنا كان ما متهي يعني هو عده بعد اسبوعين عنا مودي يسافر في اتشلاق الاخير دفع من السبريم باور دفع قوية تقول لك يلا لا تنتظر للهدف مالتك بنفس الوقت المكان اللي انت يقولك ها ما تريدني هماني هم ما ريدك بس هي لا تنسيه انت تتحقق الحلم ما تكن يعني لا تخافين هذا هو اتشلاق الاخير اوكي فيكون الواحد لما نمهي اموره انه يخلي بلان بي هذا كله دا نقوله يعني ما اكو شي ترى بس اكو بلان بي اذا هي چي صار اذا هي چي صار اذا هي چي صار انه انا شا سوي لين بالنتيجة وبالنهاية that's it خطوا عبرتي الى الامام لا رجوع ذكرت بلي بي خطيه يدي مرم بي قلقوا يام والمغرب الحبيبية الى الامام لا رجوع بتاني الموضوع نخلي بلان بي و بلان سي و نكون بهاي الايام يعني شوية easy 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 تركيز و كل الحب and i got you ladies and gentlemen انا سبراهيم عدكم شو تريدون واني حاضر كل الحب مع السلامة